بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمياء الكهربائية كم 233 يحتوي هذا المقرر على ثلاثة أبواب وهي تفاعلات الأكسد والاختزال والباب الثاني هو الخلايا الكهروكيميائية وتنقسم إلى نوعين الخلايا التحليلية وهي التي تقوم بتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية النوع الثاني هو الخلايا الجلضانية وهي التي تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية الباب الثالث هو التوصيل الإلكتروليتي طبعا سوف نقوم بدراسة تفصيلية لهذه الأبواب الثلاثة لكن كيف نشأ علم الكيمياء الكهربائية للمفارقة أن هذا العلم نشأ على يد العالم الإيطالي وجي جلضاني وهو عالم متخصص في التشريح وليس في الكيمياء حيث كان جلضاني يشرح في ضفدع وبالصدفة كان بالقرب منه محالي الكيميائية مغمورة فيها أسلاك من معدنين مختلفين فلمست هذه الأسلاك أرجل الضفدع فحدث تقلص لعضلات وأرجل الضفدع وكان جلضاني في البداية يعتقد أن سبب هذه التقلصات هو كهرباء موجودة في جسم الضفدع ولكنه اكتشف لاحقا أن مصدر الكهرباء هو المحالي الكيميائي بعد ذلك في نهاية القرن الثامن عشر استطاع العالم أليساندرو فولتا أن يختجع أول بطارية كمصدر للتيار الكهربائي قبل اختراع توليد الكهرباء بواسط مولد للتيار الكهربائي هذه هي نهاية الشريحة وسوف نواصل في شرح مقر الكيمياء الكهربائية في الشرائح القادمة